يستقنف تدريباته استعدادا لمباراة الهلال السوداني خلال الفترة القادمة زي ما حضراتكم عارفين المباراة يوم السبت القادم وهي مباراة صعبة مارتن أو مارسيل كولر كان عامل مدي لعبة أجازة بعد برجعنا من كاس العالم للأندية إدى أجازة يومين الحقيقة ثم بدأت التدريبات صباح اليوم في ملعب النادي بفرع مدينة نصر وذلك بعد انتهاء الراحة الصلبية اللي حصل عليها كل اللاعبين الحقيقة أيضا عايز أقول لحضراتكم أنه تمرين واضح وتمرين قوي لكل اللاعبين بعد الأجازة وبعد ما تحقق في كاس العالم للأندية الكل ينظر الآن أو كل أغلق ما حدث سابقا والكل دلوقتي بيفكر في يوم السبت القادم مباراة مهمة مباراة صعبة زي ما حضراتكم شايفين التمرين على قدم وساق في مقر النادي الأهلي في ملاعب مدينة نصر وتدريبة مهمة عمر السلية يواصل برنامجه التأهيلي ويغيب عن مواجهة الهلال أيضا نهاردة الحقيقة عودة مصطفى شبير وانتظم في التدريبات الجماعية واستكمل التدريب كاملا مصطفى من أوله لآخره وده أعتقد أن هي بشرة خير لرجوع مصطفى للمباريات خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر